أطلقت وزارة الأوقاف مشروع قوافل سقوق الإطعام من خلال البدء بأربع مائة طن على أن يتم توزيع مائة طن من اللحم شهريا على مائة ألف أسرى اعتبارا من شهر فبراير الجاري وبسعر سلسيمائة جنيه لسق الطعام يأتي هذا المشروع في إطار عدد من المشروعات التي أطلقتها وزارة الأوقاف والتي تخص قوافل سقوق الطعام لتوفير أكبر قدر ممكن من تعمل الفقراء والمحتاجين في عدد من محافظات الجمهورية أنا أعتبر ده واحد من أهم المشروعات الاجتماعية اللي بتنفذها وزارة الأوقاف وحضرتك وتابعتم معنا النجاح الكبير لمشروع سقوق الأضاح ده شجعنا أن ننطلق في سقوق الإطعام وبنأكد أن ده بقى مستمر على مضايا العام البداية النهاردة بدأنا مع السادة المحافظين مع وزارة التضامن ندقق قعدة بيانات بالمستهدفين الحقيقيين الأولى بالرعاية بالفعل المستهدف أن نصر للأسعر في المرحلة الأولى مرة كل شهر بدل أن كنا نصر لهم مرة في العام في سقوق الأضاحي يبقى التوزيع على مضايا العام نستهدف في المرحلة اللاحقة أن نصر إليهم كل أسبوعين ويمكن أن نصر إليهم إن شاء الله في المستقبل كل أسبوع كما أكدنا البداية بمئة ألف أسعة النهاردة في خمسة طن لمحافظتي القاهرة والجيزة غدا سلاسة طن لسلاسة ألاف أسعة بمحافظة الدقاهلية ويستمر التوزيع بواقع خمسة وعشرين طن كل أسبوع بواقع مئة طن كل شهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر